بدأت الحكومة تستعيد اطراف المبادرة وتتحرك على الارض بشكل اكثر تنظيما منذ قرار نقل البنك المركزي الى محافظة عدن باعتباره الطريقة الاكثر نجاعة لرسم ملامح المستقبل وسحب البساط من تحت اقدام الانقلابيين تمكنت الحكومة في وقت قياسي من الانتهاء من طباعة المبالغ المالية كمقدمة لانهاء ازمة السيولة والعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة الذي نجم عن نهب ميليشيا الحوث والمخلوع للاحتياطي النقدي في البنك المركزي ازمة المرتبات التي بدأت قبل اكثر من ستة اشهر قاربت على الانتهاء وفق اعلان رئيس الحكومة احمد بن دغر الذي تعهد بالقيام بدفع كافة مرتبات موظفي الدولة لافتا الى ان الحكومة ستبدأ من اليوم بارسال المخصصات المالية للمحافظات ولأول مرة منذ ما يقارب الثلاثة عوام يعود الحديث مجددا عن اعداد موازنة للدولة وهي الخطوة التي توقفت تماما منذ سيطرة ميليشيا الحوث والمخلوع على مؤسسات الدولة وتخصيصها للمجهود الحربي والانفاق على العمليات العسكرية الترجمة العملية لحديث رئيس الحكومة جاءت على شكل تعميم من مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري الذي طلب من المؤسسات الحكومية بما فيها المحافظات الواقعة تحت سطوة الميليشيا تزويد الخدمة المدنية بكشوفات العام 2014 تعميم ربما جاء مفاجئا للجميع خصوصا مع ارتفاع موجة المطالبات بصرف الرواتب المنقطعة منذ اشهر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها صنعاء العاصمة الخاذعة لسيطرة الانقلاب في المقابل تسعى ميليشيا الحوث والمخلوع لاعاقة اي حلول اقتصادية من شأنها انهاء معاناة موظفي الدولة وبحسب مراقبين فقد قام الانقلابيون بسحب العملة الموجودة في السوق مما ادى لاضعافها وتراجع قيمتها مقابل الدولار الى ما يقارب الضعف اضافة الى تآكل الاحتياطي النقطي من العملات الاجنبية تحدي ربما تنجح الحكومة هذه المرة في تجاوزه بعد حزمة القرارات التي اتخذتها لإيقاف معاناة المواطنين فيما لا يزال مراقبون كثر يرون هذا التعميم ناقصا ما لم يكن شاملا لصرف جميع الرواتب المنقطعة منذ خمسة اشهر